اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد وثاني محطاتنا لليوم رح نتحدث عن التنمر يعني التنمر ظاهرة قديمة حديثة إذا بما نحكي عنها بشكل مفصل وأسبابها ويعني دواعي التي تدفع الطفل وإحنا بالتحديد رح نتحدث في المدى التي تدفع الطفل لأن يكون متنمرا على زملائه رح نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الأخصائية النفسية الأستاذ غادة شحرور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وسباح الخير خير نتحدث ما هو التنمر وأنواعه وأشكاله تمام التنمر هو سلوك عدواني بالتصف بالعنف طبعا بتم ممارسته من فرد فرد أو شخص آخر أو أحيانا بيكون مجموعة ضد شخص آخر هو كثير منتشر بالمدارس وقال له عدة أشكال في عندي التنمر الجسدي مثل الضرب الركن في عندي اللفظي الساب والشتم في عندي كمان التنمر العاطفي وفي عندي أهلا بيحكوا فيه تنمر إلكتروني ولكن تنمر إلكتروني يعني استخدام النت أو الهاتف لعمل التنمر مثل الإشاعات مثل كمان الساب تدرج تحت التنمر اللفظي فيما بعد وفي عندي كمان التنمر الاجتماعي من حيث إنه بتم استقصاء الفرد من مجموعة وإنه يزال عن هاي المجموعة فما بيكون إله أصدقاء فهات كتير بيأثر على نفسي أي نوع من أنواع التنمر الذكرتين محضرتك أخطر؟ هلأ كلهم خطرين ولكن معدل انتشار هلأ تنمر الجسدي منتشر أكتر بين الأولاد بينما التنمر اللفظي منتشر أكتر بين البناء وهلأ المشكلة إنه كلهم خطرين ولكن التنمر بيتصف حتى أنا أسميه تنمر لازم يتصف بالتكرار ممكن يكون مثلا هلأ ولاد أو طالب في المدرسة مع طالب تاني مثلا اتشاجره فهذا ممكن متى بحكي إنه تنمر لما بيكون في عندي عنده متوازن في القوة واحد بيكون مثلا أقوى جسدين أو شخصيته أقوى من المتنمر عليه ثاني شغلة إنه بتتسم بالتكرار إنها بتتكرر هاي الشغلة كثير أما إذا صار مثلا بين طالب وطالب تاني إصحاب ومزح وكذا فهذه ما أبعتها برغة تنمر تحدثت عن أنواع بأشكال التنمر ولكن هناك في مشكلة أو من بعض أنواع التنمر التنمر السياسي بتقوم الدول على بعض التنمر وعلى بعض فلما يكون هناك أجواء من التنمر إن كان بالسياسات المتبعة بالأمور والأسليب المحيطة حوالينا بتشوفي إنه أصبح هو عادي يصريع تبروه عادي إنه والله إشي موجود ونهيكي عن المسلطلات اللي بحضروها والألعاب الإلكترونية فهذا الحالة من التنمر موجودة عالميا مش فقط بس بالأردن كيفية وصول لحلول نتخلص من هذا الأمر إن كان على الأطفال لأن الطفل رح يصير كبير لما يكبر رح يسي ممكن يدخل بمجال السياسي وأيضا يوصل لتنمر على دول أخرى مزبوط حكيك هلأ التنمر الطفل عم بيستقبل المعلومات وإحنا عم نغرس الصفات فيه من عدة نواحي الطفل بيستقبل من العائلة بيستقبل من المجتمع بيستقبل كمان من الانترنت زي ما حكينا الفيديو جيمز هلأ وجدوا الفيديو جيمز مثلا اللي بيكون فيها كتير عدوانية فهاي بيصير الطفل أكثر عدائية ليش خاصة الطفل في مرحلته لسه ما صار فيه عنده النضج العاطفي فالأميك دالة عندي في الدماغ اللي هي المسؤولة عن هاي العدوانية والغضاء بتكون كتير أكتف عند الأطفال اللي بيلعبوا الفيديو جيمز ولكن مش كل طفل بيلعب لعبة مثلا فيها عدوانية إنه ممكن مثلا يتنمر أو بيصير هلأ في عندي خصائص مزبوط ممكن مشاكل أخرى ممكن يكون لأنه تحدثنا بهذا الموضوع ببرنامجنا الصباحي بمع أخصائي نفسي تربوي قال إنه مشاكل الألعاب الإلكترونية مش فقط إنه على السلوك ممكن إنه عزلة قدي نفسيا كمان ممكن يكون بحالة عزلة تخليه إنه هو إنسان مش ذكي اجتماعي مش بحالة تواصل كنكشن يعني طبيعي المفروض أنه يكون بينه بين الناس فمشاكلها كتير ولكن إذا بنا نتحدث عن التنمر ومن هو المسؤول عن بقاء هذه الظاهر إذا بنا نحكي وهذه أصفة عند الطفل من هو المسؤول المدرسة ما دورها ما دور الأهل ما هذا الموضوع هلأ لما بدنا إحنا نلاقي حل التنمر لازم أعرف شو أسبابه زي ما حكيت الطفل بيستقبل من العيلة كيف البيئة الأسرية أنا عندي بتأثر على التنمر كمان البيئة المدرسية هلأ لما نيجي على العيلة طبعا أنا عندي المتنمر والمتنمر عليه كمان في عندي صنف تالت اللي هو بيكون بيعمل التنمر يعني بفعل فعل التنمر كمان بيكون الضحية بنفس الوقت هؤلاء أكثر الأشخاص اللي بيصير عليهم عواقب وخيمة من حيث مثلا الاكتئاب والانتحار فبالتالي أنا لما بدي أخذ المتنمر لحاله أشوف ليش صار متنمر ممكن البيئة الأسرية تكون ما فيها أسلوب للحوار بتحل النزاعات عن طريق الصراع طب هلأ أنا لما الأب بيصيح الأم بتصيح كل شي بالقوة الأخ الكبير مثلا العمس من الوالد للوالدة طب ما هذا نفس الشيء لما أشوف أمو عم تنضرب هو يمكن أن يضرب الموجودين حوله مصبوط كمان في مرحلة لما بنحكي عن التنمر المدرسي هم في مرحلة يعني بدهم ينتقلوا لمرحلة المراهقة هم في سن المراهقة لأنه أكثر إشي وجدوه كمان بحصل في المرحلة الإعدادية وشوي أنه بيخف أو بيختفي في المرحلة الثانوية فبالتالي في هاي المرحلة الطفل أهم إشي حكنا يمكن لما خلقتنا عن المراهقة اللي هي تقدير الذات اللي هو السلف ستيم فوجدوا أن الأطفال سواء المتنمر أو المتنمر عليه بيكون في عندهم ضعف في تقدير الذات فبالتالي من وين إجاء هذا الضعف زي ما حكينا أنه البيئة الأسرية أنه الخلافات عم تنحل أول إشي بالسياح ما في عندي حوال داني شغلة ما هم بيلاقي تقدير تقدير الذات من أهله من ناحية مثلا أنه الأهل ممكن يكونوا كتير شديدين عليه مثلا في الدراسة هو مثلا مش متفوق دراسيا فبالتالي بتلاقي أو بنشوف الأهل لا ليش بيصيحوا عليه إذا ما جاب علامة كويسة من الأمور هاي فهذا كله بفرغوا وين بفرغوا في المدرسة ما عم بلاقي حاله في المدرسة أنه متفوق دراسيا أو ممكن مش عم بلاقي حاله أنه متفوق رياضيا فبالتالي أنا كيف بدي أثبت ذاتي وتقديري لذاتي من ناحية أني لأ أنا الكل رح يهتم فيه رح يشوفني من خلال أني أعمل أو أتنمر على غيري هذا من ناحية الأهل أنهم يكونوا المسؤولين ولكن المدرسة أحيانا ممكن كمان المدرسة لها دور كبير لما نشوف مثلا معلمات أنهم ضرب المدرس هاي كمان قضية شائكة أدي في اسمين حالات أنه يتعرضوا للضرب والضرب المبرح من المعلمات أو المعلمين فأدي كمان المدرسة لها دور بأنها تزيد هذه الحالة عند الطفر صحيح تماما هلأ زي ما اتفضلتي أن المعلمين لما بيستخدموا أسلوب السياع البهدلة الضرب كمان هذا بيأثر في الطالب فبيتعلم أنه حتى أنا أخذ حقي مثلا من طالب تاني أنه هذا الأسلوب الوحيد للسيطرة فأنا المتحكم أنا المسيطر فشوفوني شغلة تانية وكتير مهمة هنا بيجي كمان دور المعلم حتى أنا أمنى هذه الظاهرة لازم أنا أكون قدوة ومثال حسن للطالب بحيث أنه احترام الطالب بحيث أنه أنا أهتم في الطالب من ناحية الإنسان أحترمه أخليه يبدي رأيه فيه أكثر من شغلة كمان شغلة دور المعلم في التنمر أنه يلاحظ هذه المشكلة ويعمل على إيقافها السمات ممكن اللي مثلا أحكيت إلا هناك سفات في هناك سمات بنقدر نميز هذا الطفل متنمر أو لا وأهمية السنوات الخمسة الأولى بسقل شخصية هذا الطفل بكيفية التعامل مع الآخرين مزبوط هناك في سمات هلأ المتنمر صعب أنه نعرف إلا إذا لاحظنا أنه في المدرسة المعلم لاحظ في المدرسة أنه عم بضرب الطلاب الثانيين يشكوا منه ولكن المشكلة أحيانا المتنمر عليه ما بيقدر يروح يشتكي عن المتنمر لأنه بجول المتنمر بيهدده إذا روحت حكيت عني راح تشوف راح أضرب بيهدده بأكتر من وسيلة الشغل الثاني ولكن هناك علامات أنا ممكن ألاحظها المتنمر عليه خاصة الأهل بيغيب كثير عن المدرسة ببطل يحب يهتم بواجباته بقل تحصيله العلمي وغير هيك أحيانا بتظهر عليه أعراض جسدية كيف يعني أعراض جسدية بيصير مثلا إما بتصحي الصباح عشان يروح للمدرسة بيصير يشكي من وجاع في المعدة بيصير عنده استفراغ فهي كلها عامل نفسي ظهر هالجسم على أعراض جسدية من ناحية أنه عنده هذا القلق والخوف بأنه يروح للمدرسة حتى ما يصير التنمر عليه فهي إذا لاحظها الأهل هون يجي دور الأهل كمان كيف ممكن يحلوا هاي المشكلة من نسبة لأهمية السنوات الخمسة الأولى أكيد مهمة حتى بيحكي لك إحنا ممكن نلاحظ فعل التنمر أو الطفل يمارس به بالتنمر من عمر السنتين هلأ الطفل عمر السنتين بيصير في عندي إشي اسمه social play لما بده يلعب مع طفل تاني فمنلاحظ الطفل مثلا لأ بضرب الطفل التاني إذا أخذ لعبته مصبور فهي بحكي لك شكل من أشكال التنمر اللي ببلش في عمر السنتين والطفل التاني لما بده يدافع عن حاله مثلا يضرب الطفل أخذ منه اللعبة فهي كمان من ظاهرة التنمر هلأ وان المشكلة بتصير؟ المشكلة بتصير لما الأهل بيحفزوا بيشجعوا هاد الطفل خاصة لعنا في المجتمع أنه أخذ لعبتك أضربوا ما تخلي يأخذوا؟ مضبوط أضربوا لا تخلي يأخذ لعبتك بيصيروا بيزيكفونوا من الأمور هاد إنه من باب إنه والله بيكون حريص ما حدا يضحك عليه ويطلع أدحال وهيك الأهل بفكروا لكن هم راح يساهموا بشكل كتير كبير بإنه هاي الظاهرة ظلها ملاسقة إلو حتى مش بس بفترة المدرسة ممكن حتى لما يكبر لأنه منشوف إحنا العنف بالجامعات يعني هو بجوز إتباعا لأحالة التنمر أو ظاهرة التنمر بالمدرسة في يعني أدي كمان على المدى البعيد أدي خطير هذا الموضوع؟ صحيح تماما إحنا في عنا ثقافة المجتمع عنا للأسف إنه طول ما إنت قوي إنت بتضرب بتهدد بتسبب هاي معناتها قوة شخصية لا هذا يسمعه عنف للأسف يعني كمان كتير مهم أنا اللي بشوفه يعني إنه يكون عنا جور لوزارة التربية والمدارس بحيث إنه تكون المناهج عنا كمان موجود فيها أخلاقيات كيف إحترام الآخر كيف أنا لازم أحس بالآخرين لازم أفهمهم إنه القوة معناته إنك تدافع عن ضيف مش القوة معناته إنك أنت تضرب الشخص الثاني والاستقوى عليه فهونا يعني هاي في واحدة من الحلول في البعض بتحدث بضربك أضربه هلا أنت ما تضرب حدا بس إذا ضربك أضربه أقول لك مرات عم بيروح بشكل المس ما يكونك حلول جدية من قبل إدارة المدارس كيفية التعامل هذا الطفل إذا تم التنمر عليه كيف يقدروا الأهل يتعاملوا مرات حتى إذا رحتي شكيت للمدرسة بحطوا على الولاد المدرسة نفسها بتصير تكره الولاد وأيضا كمان الطلاب نفسهم صوروا يكرهوا لأنه رحشك عليهم إلا إذا ضربهم خلص تنحل بناتهم شو رأيك بهذا الموضوع؟ مزبوط هلا زي ما حكيت المتنمر عليه جولي لما بيروح عند الأم أو الأهل ما رح يحكي لهم إنه أنا مضربة فحكينا الأعراض الممكن إلاحظوها الأهل فهنا بتيجي الأم لازم تكون دايما في حوار بينها وبين الطفل وتلاحظ هاي العلامات فهي رح تعرف إنه في مشكلة عنده في المدرسة عشان هيك مثلا ما بيحب يروح على المدرسة بتجيب هذا الطفل وهو وبعدين ممكن أهم إشي الأم لازم تعمله إتوفر الأمن النفسي للطفل يعني إذا حكالها المتنمر عليه اللي بتعرض للتنمر إنه أنا في طفل عم بضربني بالمدرسة أو بيسيب عليه من الأمور هاي مش لازم إنه تعصب عن جهة هذا اللي عم بيسير أنا رح أروح وأفرجيه وتصير يتحدد لا هنا إحنا بنقلل إنه الطفل يستقبل أو إنه يحكي كمان عن هذا العنف اللي بيسير عليه الآن ممكن تروح على المدرسة طبعا لازم تكون تعاون بين الأهل وبين المدرسة لإيقاف وإيجاد حل لهاي الشغلة ممكن المدرسة إنه تنالي المتنمر بدا تفهم منه الأسباب اللي خلته تتنمر على الطفل أحيانا زي ما حكينا المتنمر لما بيفعل هذا الفعل معناته هو بحاجة أحيانا في عنده حاجة سايكولوجية معينة ممكن مش متوفرة في البيت اللي خلته تتنمر على هذا الطفل فلازم كمان يكون عندي في المدرسة قوانين وهاي القوانين لازم تتبع يعني بحاجة دور المرشد الموجودة يعني هذا نشوفها مغيبة تماما يعني نذكر كلنا بمدارسنا المرشد هي فقط إنه بشكلية يعني ما بكون فيها دور كتير كبير حتى ممكن إنه هاي الحصة حصة الإرشاد يعطونا ينزلون على مثلا حصة الفن أو ممكن تخدها معلمة بديلة يعني يعودوا فيها حصة ولكن إنه فعليا مش مفاعل دور المرشد أدي مهم لأنه يعني وزارة لما حدثت وزارة تربية وتعليم بالفعل حطت إيدك على الوجه هي وزارة تربية وتعليم يعني موضوع الشق التربوي مهم جدا الشق التربوي بنراعي فيه كمان الحالة النفسية للطفل ولكن متى بنقدر نقول لازم هذا الطفل يروح لطبيب نفسي هلا الطفل لازم يروح لطبيب نفسي إذا تفاقمت كتير المشكلة مثلا أنا المتنمر أوكي جبته فهمت منه لازم جلسات معه لازم أعرف شو اللي هو المشاكل اللي خلته يتنمر على غيره ممكن زي ما حكينا المشاكل أسرية ما عم بيلاقي الحب والحنال من الأسرة فبالتالي هاي الوسيلة الوحيدة اللي يفرغ غضبه فأنا لازم أضع إيدي على المشكلة وأحلها إذا ضلت هلا وجدوا كمان في أطفال خاصة المتنمرين بيكون في عندهم اضطرابات في السنوك مثل فرط الحركة أحيانا هذول كمان اللي عندهم عدم الانتباه وفرط الحركة بنسميهم ADHD كمان ممكن يتعرضوا للتنمر نفسهم بيكونوا ضحية سهلة ولكن أكتر من الفرط الحركة اللي هو اضطراب الشخصية وبسميه الـ Conduct Disorder الـ Conduct Disorder بيتميزوا بأنهم ما فيه ما بيشعروا بالآخرين يعني وحتى الفعل مثلا زي العنف اللي بيمرسوم مثلا على أطفال الثانيين ما بيخلوهم يشعروا بالدن فهونا هاي السلوكيات أو اللي بدي أشوفها عند الطفل هاي اللي بيحاجة لطبيب نفسي وكمان شغل الطبيب النفسي حكينا من تبعات التنمر والعواقب اللي بتسير اللي هي ممكن الطفل يصير عنده قلق اضطرابات القلق والاكتئاب ممكن الاكتئاب إذا وصل لمرحلة خطرة اللي هي منسميه severe depression يأدي للانتحار وكان فيه فترة اي تنك من سنة أو سنتين صارت عنا في الأردن طفل انتحر من وراء كان تعرض للتنمر أبداً بحتي الأطباء النفسيين أو الأخصائي النفسيين حتى بنروح على دكتور عشان نشيك على صحتنا الجسدية بالسنة مرة أو بكل ستة شهر يكون هناك تشيك على صحتنا النفسية مش غلط حتى نحمي ولادنا ونحمي أنفسنا واللي حوالينا من الأمراض الموجودة هذا التنمر ممكن يكون هناك حل جذري إذا كان هناك تعامل جدي مع المدرسة وهناك قوانين رادعة تردح هذا الطفل حتى ما يقوم طفل آخر بقيام مثل هذه الممارسة مرحلة تكونه مش ما ماله إشي بس هو بده يقلب طفل آخر تم الاعتداء أو ضرب طفل آخر مازبت هلأ إذا بدنا نحكي عن الحل الجذري أنا لازم أخذ الشغلة أو الحل أوجده بشكل متكامل كيف يعني متكامل؟ أنا بدي ممكن أوضع برنامج أني أنا أدرس أنه الطفل نفسه العيلة المدرسة والمجتمع ككل حتى يكون عندي فعلا حل جذري بدي أشوف شو المشاكل اللي عند الطفل اللي خلته يتعرض للتنمر أو يصير عنده التنمر العيلة شو اللي المشاكل الموجودة في العيلة اللي عملت عدم تقدير لذات عند هذا الطفل وبحلها كمان تعاون العيلة مع المدرسة طبعا المدرسة أنا بحكي عن دور المعلم عن المرشد النفسي وبحكي كمان عن دور الإدارة المدرسة ككل في وضع قوانين صانمة كيف ممكن تتعامل مع الأطفال كيف ممكن تتعامل مع الأهل الكل يتعاون مع بعض والمجتمع ككل من حيث كمان زي ما حكينا ممكن دور وزارة التربية والتعليم يعني أنا كتير حلو بحكي لك في اليابان أول ست سنين من الطفل أو دراسة الطفل فقط عن الأخلاقيات وكيف الواحد لازم يتعامل مع الغير ومن الأمور هاي فما بنشوف هاي الظاهرة موجودة هناك أو منتشر بشكل كبير فكتير مهم إنه نغرس في الأطفال احترام الآخرين الشعور بالآخرين مثلا المتنمر هل انت بتحب مثلا أوضع نفسك مكان المتنمر عليه هل انت بتحب هذا الاشي يصير معك نحكي لهم عن العواقب من الأمور هاي فعنا إذا لما بدي أوجد حال لازم الحال يشمل المجتمع ككل الأفراد العيلة والمدرسة ما بقدر بس أخد وانكم بونات وبحكي هات كيفاية يعني هو جهود مشتركة بالمثال اللي حتى نتخلص من هاي الظاهرة منشكرك منشكر تواجدك معنا ومشكرا على المعلومات اللي أضفتها لأنا